بسم الله الرحمن الرحيم المستوى الرابع فصل دراسي تاني المحاضرة التالتة في مادة نظرية المحاسبة اتنين اعداد دكتورة ايمان السعيد الموضوعات اللي احنا شغالين فيها بنتكلم عن موضوع اسم المحاسبة عن لساس مرات في شركات اخرى وكنا اخدنا حالة الاولى اللي هي شراء الاسهم بقيماتها الدفترية ومازلنا في الحالة التانية اللي هي شراء الاسهم باكبر من قيمتها الدفترية لما بنجي يطلب منك في التمرين هم تلات حاجات او خطوات حلو بنعمل قيود اليومية اللازمة في دفتر الشركة القبضة الاول وبعد كده بنصور الميزانية المستقلة لكل شركة لكل من الشركة القبضة والتبع بعد الاندماج وبعدين بنصور الميزانية الموحدة للشركة القبضة هناخد بقى حالة جديدة النهاردة احنا اخدنا المرفض باكبر من قيمتها الدفترية بس حالة شراء مئة في المية من الاسهم المرة دي هنشتري نسبة شراء اقل من مية في المية يعني سبعين في المية ستين في المية تمانين في المية اي نسبة اقل من مية في المية عايزين نعمل قدود اليومية ونمشي بقى لحد ما نوصل ميزانية موحدة ده من خلال التمرين اللي جاي التمرين بيقول لي فيما يالي البيانات الخاصة بكل من شركة النهضة والمستعبل الميزانية بتاعتها في 31-12-2018 هو نفس التمرين بس انا بغير فيه جزئية معاينة محدش يقول لي انه هو لا ده مختلف عن اللي قبله هو راس التمرين انا متعمدة ان انا اجيب الميزانية اللي في راس التمرين كما هي في التمرين الده واللي قبله لكن الحل هيبقى مختلف باختلاف المعلومات اللي بيدهيلك تحت الميزانية الخاصة بنسبة الشراء وقيمة الشراء وكذا زي ما هنشوف تلوقتي بيانات شركة النهضة والمستعبل معمولة في ميزانية على شكل حرف تيل التبسيط الاصول في الجانب اليمين الخصوم وحقوق الملكية في الجانب الشمال الاصول للنهضة 30 ألف عشر تلاف المستابل النائدية 18 ألف للنهضة 2000 للمستابل اصول متدولة اخرى 17 ألف للنهضة 13 ألف للمستابل المجموع 65 ألف للنهضة 25 ألف للمستابل راس المال 20 ألف للنهضة 7 ألف للمستابل احتياطيات 8 ألف للنهضة 2000 للمستابل الأرباح المحتجزة 12 ألف للنهضة ألف للمستقبل خصوم متدولة 25 ألف للنهضة 15 ألف للمستقبل المجموعة 65 ألف للنهضة 25 ألف للمستقبل هنبدأ بقى نغير البيانات اللي تحت الميزانية وهيطلب منك نفس المطاليب بس بيقول لك وفي 1-1-2019 قررت شركة النهضة شراء 70% من أسهم شركة المستقبل بمبلغ 8500 جنيه ضفعت نقدا المطلوب إجراء قيود اليومية اللازمة دي أول حاجة ودف دفاتر الشركة النهضة نمر 2 تصوير الميزانية المستقلة لكل شركة بتاريخ 1-1-2019 نمر 3 تصوير الميزانية الموحدة 1-1-2019 زي ما أنت شايف الميزانيتين يعني بتوى الشركة النهضة والمستقبل بنفس اسمه هو ميزانيات واحدة لكن المعلومات اللي ادهي لك اللي هو نسبة الشراء 70% كان مرة اللي فاتت في التمرين المحاضرة اللي فاتت كان 100% المبلغ اللي اشترينا بالمرة اللي فاتت كان هم 11000 المرات هنشتري بتمانية خمس ومية هنشوف بقى الحل هيمشي بنفس السيستم مع التعديلات اللي همطلوبة نشوف التعديلات والاختلاف معنا يبقى عندنا تمرين زي ده ممكن يتحلش زي هنعمل قيدر يوميه الاول في دفاتر شركة النهضة اللي بيقول لي من حساب استمارات فيه شركات تابعة تمانية خمس ومية للنقدية تمانية خمس ومية والشرح القدسة شراء 70% من اسهم شركة المستقبل هنا زي ما اتفقنا الشركة اللي بتشتري هي القبضة واللي اشترينا اسهمها هي اللي ايه التابعة مبلغ تمانية خمس ومية ده جبنا منين من المعلومات تحت الميزانية لفراس التمرين قالك تم الشراء بتمانية خمس ومية نعدا طب ليه عملنا الاستثمارات مدينة هي زي الاوراق المالية كده بس ده استثمارات طويلة الأجل فبدل ما نقول من حساب اوراق مالية اصل من الاصول هنقول من حساب الاستثمارات وإلى النقدية عشان احنا سحبنا من الخزينة بتاعتنا تمانية خمس ومية وروحنا اشترينا بيهم اسهم والنقدية اصلا مدينة ولما نيجي نخفضها او نقللها او نسحب منها نخليها دينا فقد اليومية جي بالوضع ده تمانية خمس ومية من حساب الاستثمارات تمانية خمس ومية الى حساب النقدية ده اول حي تاني حاجة هطلب منك الميزانية المستقلة لكل شركة فهنمسك كل شركة الوحديها ونعمل لها الميزانية بتاعتها للتبسيط على شكل حرف تي طيب الميزانية المستقلة دي هنعملها ازاي بيقولك ترجع للميزانية لفراس التمرين مع اجراء التعديلات المطلوبة اللي جات نتيجة وجود قد يومية لسه عاملين طب قد اليومية اللي احنا لسه عاملينه اللي قال من حساب الاستثمارات الى حساب النقدية داون بيأثر فين في دفاتر الشركة القبلة وهو موجود في دفاتر الشركة القبلة يبقى ميزانية القبضها تتأثر طيب الميزانية القبضها تتأثر بند اسمه النقدية وبند اسمه الاستثمارات النقدية هتقل بتمانية خمسمية وهي في رأس التمرين كانت تمنتاشر الف فهنجيب بقى رصيد الجديد بتاعها اللي هو تمنتاشر الف سعبنا منها تمنية خمسمية اشترينا بيوم اسه اللي يتبقى في الخزنات 900 2500 الاستثمارات ده اصل من الاصول ويظهر فيه ميزانية الشركة القبضة اللي هي شركة النهضة في هذا التمرين وظهر لأول مرة ما كانش موجود فراس التمرين وبيقيمة مقدارها تمانية خمسمية وهو ضمن الأصول في حاجة تاني ممكن تأثر على الميزانية لا ما فيش ليه لان ما عملناش لقيد يومية واحد في طرفين نقدية طرف النقدية او حساب النقدية وطرف حساب الاستثمارات ودول اتأثروا في الأصول يبقى بقية البيانات زي ما هي فراس التمرين تماما بحيث ميزانية مجموحة خمسة وستين الف برضو طرف اللي هو الأصول خمسة وستين الف رأس المال اللي هو يعني هو ملكية وخصوم وليه الرقم الاجمالي خمسة وستين الف زي في الفراس التمرين بأكد على ان احنا نقصنا اصل من الأصول النقدية بتمانية خمسمية وزودنا اصل اسمه استثمارات بنفس القيمة تمانية خمسمية يبقى الأثر الكلي على مجموحة الأصول بقى كما هو خمسة وستين الف جني احنا عملنا ده شركة النهضة طب تفتكروا ميزانية شركة المستقبل وهي شركة تابعة في التمرين ده هو في نفس التاريخ واحد واحد 2019 ها تبقى ازاي هل هي هنعدلها ولا هي اللي زي الفراس التمرين هنخليها الاجابة على السؤال ده بتقول لك ان الميزانية كما هي براس التمرين بننقلها زي ما هي بنفس ارقامها علشان لم يحدث اي قيود يومية في دفازر شركة المستقبل او الشركة التابعة وبالتالي لم يتأثر اي حساب من الحسابات الميزانية وحطينا نفس الارقام اللي موجودة في رأس التمرين بعد كده هو هنصور الميزانية الموحدة بالتاريخ واحد واحد وعشان نعمل كده هنعمل يقيد يومية واحد يقيدين امتى نعمل واحد لما يكون نسبة الشركة 100% طب في التمرين ده نسبة الشركة اقل من 100% ده مدالك 70% يبقى في الحالة دي هنعمل قدين يومية هنتكلم بقى المهمة بتاعتنا تلوقتي عن كل قيد لوحده وهنستنتجه زي عشان ما تحفصك كتير وقيود اليومية ده باتفق معك وبقرر تاني وبقولك ان قيود اليومية دي بتبقى في دفاتر الشركة القبضة اللي هي في التمرين ده لشركة النهر القيد الاول من خلاله هعمل تطبيق هبتدي القيد الاولاني هتكلم عليه طيب القيد الاولاني اليومية بدفاتر شركة النهر ده او الشركة القبضة نعمله ازاي نرجع لقوائل اعداد الميزانية الموحدة يتم استبعاد حقوق ملكية التابعة وحساب استثمارات في شركة تابعة يبقى قيد اليومية بتاعك من حساب حقوق ملكية التابعة القيمة مقدارها عشر تلاف في سبعين في المية نسبة الشراء العشر تلاف دي جات منين ده من رأس التمرين مجموعة رأس المالة بسبعة تلاف في الشركة التابعة الفين احتياطيات ومجموعة الارباح المحتاجة ده الف التلاتة مجموعة عشر تلاف ضرفناهم بسبعين في المية طلع حقوق الملكية التابعة على بعضها بسبعة تلاف يبقى من حساب هو ملكية التابعة ب7 تلام نيجي بقى بيقول لك القاعدة إقفل حساب الاستثمارات في الشركة التابعة هنقول إلى حساب الاستثمارات في الشركة التابعة عشان الاستثمارات مدينة عايزة أقفالها خليها داين طب المبلغ بتاعها 8500 جت منين 8500 دي جت نتيجة قيد اليومية الأولين اللي احنا عملناه في حل التمرين ده هو في بداية المحاضرة اللي قال لي من حساب الاستثمارات ب8500 إلى النقدي هنا الاستثمارات عايزين نقفلها نقفلها بنفس القيمة تمانية خمسمية يبقى نخليها داينة في الطرف الدين. يبقى ازا نقدر يوميال حتى الوقت سبع تلاف من حقوق ملكية التابعة آآ تمانية خمسمية الى الاستثمارات في شركة تابعة. طيب القيد متوازن كده لا مش متوازن. مضطرين نحوط حاجة في الطرف المدينة قيمة مقدارها استنتجنية. تطلع الف وخمسماجات منين. مبارا عن تمانية خمسمية استثمارات ناقص سبع تلاف حقوق ملكية التابعة. طيب المبلغ الف وخمسمائة لازم بما نحط ناله مبلغ آآ او قيمة لازم نحط لها اسم مناسب. الاسم المناسب هنا آآ من حساب الشهرة هو ينشأ مدين لنتيجة ان احنا بيعنا باكبر من القيمة الدفترية آآ اللي هي الشركة القبضة اشترد باكبر من القيمة الدفترية. طيب يبقى الفرق شهرة. آآ وده اصل من الاصول بيظهر فيه ميزانية القبضة. طيب ده اول قد عندنا. اتزبط كده? ايوة الضبط. يبقى قد اليومية بيقول لك من حساب حقوق ملكية التابعة بسبع تلاف من حساب الشهرة بالف ونص الى الاستثمارات بتمانية خمسمائة. ده القد الاولية. طب القد التانية بشكله ايه? عشان ما نحفظ كتير. بأكد عليك ان نراجع آآ قواعد اعداد الميزانية الموحدة اللي خدناها في اول محاضرة آآ آآ عادية في المدرق. آآ بيقول لك آآ اقفل لي حقوق ملكية التابعة بالكامل. طب احنا قفلنا منها سبعة تلاف بس. في القد الاولاني. فاضل لنا تلات تلاف. جات من اين تلات تلاف? هي عبارة عموما عن عشر تلاف آآ آآ اللي هي مجموع حقوق ملكية التابعة اللي هي رأس مال زاد احتياطيات زاد ارباح محتاجة زاد تلاتين في المية. تلاتين في المية جات من اين هي مكمل? ما احنا قفلنا سبعين في المية منها في القد الاولاني. يبقى عايزين نقفلها كلها يبقى نقص لنا نقفل تلاتين في المية. يبقى من حساب حقوق ملكية التفعى بتلات تلاف. آآ عايزين تلات تلاف ايه لا بقى حساب ايه? عايزين نحط حاجة مناسبة. دي معناها آآ هل احنا تلوقتي انا كشركة قبلها? باملوك بس سبعين في المية من الاسهم. طب التلاتين في المية التانية. هل هم بتويلة? بتويل ناس تانية. ممكن يبقى عدد كبير من الاشخاص. او الافراد او المؤسسات. وبالتالي آآ هنسميهم حقوق اقلية. حقوق الناس تانية. آآ ديون او يعني عندي ليه? آآ ليهم مساهمة في رأس المال? مقدار تلات تلاف? بالنسبة للشركة الايه? التبع. آآ طيب يبقى قيد اليومية من حساب حقوق ملكية التبع تلات تلاف الى حساب حقوق الاقلية تلات تلاف. خلاص عملنا القيدة التاني. نقدر نعمل ورقة العمل? كلام معتد? آآ نقدر نعمل. ورقة العمل دي بفكرت بي عبارة عن خمس خانات. آآ جدول كده من خمس خانات هنشتكلم عليه بالتفصيل كما يلي. الخمس خانات خانة للبيان وخانة لشركة بيانات شركة النهضة. اللي هي القبضة وبيانات شركة تبع المستعبل. خانة للتسويات بس بقسمها المدين ودين. آآ والخانة دي بتبقى كبيرة شوية. واخر خانة الخامسة الخانة رقم خمسة هي الميزانية الموحدة. طب نملى البيانات الميزانية دي ازاي? بنقول لك. آآ نبتدي نشوف آآ بيانات الميزانية اللي موجودة في الحل بتاعي مش في راس التمرين. آآ بس بدل ما هي شكل حرف تيه بحطهم الاصول الاول اجمالي الاصول. واعدنا خصوم محقوق الملكية والاجمالي في الايخ. طيب نعمل كده. اول تلات خانات نملوم ازاي? خانة شركة النهضة والمستعبل. وخانة البيان بس بنقل كل الارقام اللي موجودة في الحل بتاعي. تلاتين الف لشركة النهضة. عشر تلف للمستقبل اصول سابتة. نائدية تسع خمسمائة للنهضة الفين للمستقبل. استثمارات في شركات تبع تمانية خمسمائة في النهضة. بينما المستقبل ما فيش. لان احنا بتزهر الاستثمارات في دفاتر ايه الشركة القبلة فقط. سبعتاشر الف للنهضة. تلاتتاشر الف المستقبل. بنسيب خانة فاضية. يمكن استخدمها آآ وبالفعل هنستخدمها آآ كمان شوية. احنا عطين مؤقتا بقولك ان انا فيه حط فيها شهرة. لكن هنتكلم عنه الحساب ده كمان شوية. آآ الاجمالي خمسة وستين الف للنهضة خمسة وعشرين الف المستقبل. تعال ندخل على الرأس المال. عشرين الف للنهضة سبعتلاف المستقبل. تمنتلاف للنهضة احتياطيات آآ الفين احتياطيات المستقبل. ارباح محتجزة اتنشر الف النهضة الف المستقبل. آآ بعدين خصوم متدولة خمسة وعشرين الف للنهضة آآ خمستاشر الف للمستقبل. بنسيب خانة فاضية. آآ لم لو احتمال نحتاجها. واحنا فعلا نحتاجها اللي هي نحط فيها حقوقها الاقلية. آآ سطر فاضي كده. از احتاجناها نستخدمه وما احتاجناهش قد انت حطه في الحل ما فهاش حاجة. الاجمالي بقى خمسة وستين الف للنهضة خمسة وعشرين الف المسامل. آآ يبقى كده ملينا التلات خانية الاولين نقص لنا التسويات. تسويات نجيبها منين? آآ زي ما قلت لك في المحاضرة السابقة على طول ان انا بجيبها من خلال آآ قيود او قيد اليومي اللي انا لسه عاملها قبل ورقة العمل مباشرة. انا عاملة قيد ولا قيدين? انا الاجابة هو ان انا عاملة قيدين. قيد الاولاني وقيد التاني. فانقل التسويات آآ المدينة دي انا ازاي? كل اللي موجود في الطرف ايه? الطرف المدين من القيدين احطه في المدين من التسويات. وكل اللي موجود في الطرف الديين من القيدين بحطه في الطرف الديين من التسويات. لو جينا نرجع للقيدين هتلاقي نفسك ان في الطرف المدين من القدين وكأنهم مع بعض كأنهم قد واحد بس كده عشان أفهم بس كل اللي موجود في الطرف المدين من القدين هخطه مدين تسويات ففي الطرف المدين فيه الف ونص شهرة فعطناها في السطر الفاضي تفقت معاك ان الشهرة أصل من الأصول فبالتالي بنحطها ضمن الأصول في الجزء العلوي من جدول أو ورقة العمل اللي احنا عاملينها دي وبعدين رأس المال احتياطيات أرباح محتجزة اللي هو مجموحهم على مستوى القدين سبع تلاف رأس المال ألفين احتياطيات ألف أرباح محتجزة احنا قفلنا هو الملكية بالكامل للشركة التابعة اللي هي 100% على مستوى القدين 70% في القد الأول و30% في القد الثاني وبالتالي المية في المية كلها تقفلت فعطناها في الطرف المدين من التسويات مجموعة الطرف المدين 11500 لأنه مفيش حاجة تانية في الطرف المدين الطرف الدين عندي في القدين القد الأولاني في الطرف الدين 8500 استثمارات جينا في التسويات الدينة حطناها والطرف الدين في القد التاني في 3000 هو ملكية حطناها برضو في التسويات الدينة مجموعة التسويات الدينة الميزانية المحدة ربعين ألف النقدية للنهضة 9500 والمستقبل 2000 المجموعة 11500 الميزانية المحدة استثمارات تابعة في شركة تابعة موجودة في النهضة بس 8500 وحطناها بالنقص أو في الطرف الدين يعني قللناها 8500 نفس القيمة فراحت مع بعضها والرأسي تبقى سفر أصول متدولة أخرى سبعتاشر للنهضة زائد 13 المستقبل تطلع 30 ألف الشهرة ما ظهرتش معي يقال في التسويات المدينة ألف ونص ألف وخمسمية فنزلناها قوعة تنسى تنزل عشان لو نسيت مش هيزبط معيك التمرين يبقى كده هو لو جمعنا وجموع الوصول تلاتة وتمانين ألف نعمل كده في رأس المال آآ وهو الملكية والخصوم اللي هو الجزء التحتاني من الميزانية اللي هو في اللي هي الميزانية في صورة التقرير الرأس المال سبعة تلاف آآ زائد 20 ألف ناقص سبعة تلاف ناقص سبعة تلاف لها عشان حطناها مدينة أو ممكن نقولها بطريقة تانية إن السبعة تلاف دي أنا اللي موجودة في التسويات بتاعت رأس المال المدينة طارت مع السبعة تلاف اللي موجودة آآ بتاعت شركة المستقبل اللي هي التابعة واللي اتبقى لها 20 ألف وهكذا بالنسبة الاحتياطيات والأرباح المحتجزة وبالتالي الرأس المال اللي اتبقى لها في الميزانية موحدة آخر عام عمود 20 ألف وااحتياطيات 8 ألف وأرباح محتجزة 12 ألف نيجي على الخصوم المتدولة سطر الخصوم المتدولة 25 ألف بيانات شركة النهضة نجمعهم على بيانات شركة المستقبل 15 ألف المجموع 40 ألف في الميزانية الموحدة هو الأقلية آآ آخر سطر ده كنا سايبينه وظهر معنا لأول مرة في التسويات الدينة آآ 3000 إيه وعتين ستنقلو تاني الميزانية الموحدة 3000 لأن لو ما عملتش كده مش هيزبط معاك التمرين هنجيب الإجمال يطلع 83 ألف بس آآ برضو زي جمال الأصول طيب السؤال بقى تلوقتي نعمل الميزانية الموحدة آخر حاجة هو طالبها في التمرين الميزانية الموحدة منين من آخر عمود انت عامله بس هو بدل ما هو في سورة تقرير كده السطور تحت بعض هنعمله للتبس تعالى شكل هارف تي والميزانية الموحدة بأكد عليك إنها بتظهر في دفاتر ايه الشركة الايه القبضة اللي هي شركة النهضة في هذا التمرين وبالتالي هنعمل شكل هارف تي الأصول في الجانب الديمان وخصومه ومكاة في الجانب الشمال تعالى نشوفها الميزانية الموحدة آآ لشركة النهضة شركة قبضة هنبتدي نحط آآ بيانات الأصول بالسابتة أربعين ألف اللي هي آآ في الآخر بقى بعد ما بقت آآ اندمجت مع شركة المستقبل اللي هي شركة تابع والنقدي بقت حداشر خمسمية أصول متدولة أخرى تلاتين ألف شهرة ألف وخمسمية المجموعة تلاتة وتمانين ألف آآ رأس المال في الجانب بقى الشمال ده رأس المال عشرين ألف احتياطيات تمنتلاف آآ اتنشر ألف أرباح محتجزة خصوم متدولة أربعين ألف هو أقلية تلات تلاف المجموعة تلاتة وتمانين ألف وبالطريقة دائيا أنا بشكركم لحسن استماعكم وبالتوفيق إن شاء الله توفيق